بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطلبات الصف الخامس الفتائي أهلا وسهلا بكم مع درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية النهاردة هنتكلم على سيرة أحسن الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنتكلم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم أولا النبي صلى الله عليه وسلم اتولد متى وأين هقول تاني النبي صلى الله عليه وسلم اتولد متى وأين ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة مكة يبقى انا كده عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتولد بمدينة اسمها مدينة مكة عام كام عام خمسمية وسبعين ميلادين يبقى السنة دي اللي اتولد فيها سنة كام خمسمية وسبعين ميلادين المعروف وديت عند العرب بعمل اسمه عام الفيل يبقى السنة دي اسمها عام الفيل وسنة كام خمسمية وسبعين اتولد في مكة طيب لما ربنا سبحانه وتعالى اختار حد اختار حد يكون فعلا للنبي هيختار اي حد لا طبعا هيختار واحد عنده حسن الخلق يبقى عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها حسن حسن الخلق والاخلاص في العمل يبقى عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والاخلاص في العمل والصدق والامان حتى لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بلقب الصادق الامين يبقى لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بلقب ايه بلقب الصادق الامين طيب تجنب الرسول صلى الله عليه وسلم العادات السيئة التي كانت سائدة بين قومه يبقى يعني ايه تجنب يعني ما يعرفش يعني ما كانش بيكون بالكلام ده كلمة تجنب يعني ما كانش بيكون حتى قبل ما يكون نبي تجنب العادات السيئة التي كانت سائدة بين قومه زي العادات السيئة دي شرب الخمر ولعب الميسر يبقى تجنب العادات السيئة زي شرب الخمر ولعب الميسر طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كاره عبادة الاوسان والاصمار يعني الوصل من العنق الصنم هناخدها بعد شوية يعني لم يسجد لصنم قط يعني رسول صلى الله عليه وسلم عمره ما سجد لصنم قط وكان يقعد شهر كامل للتأمل والتعبد في كون يبقى كان بيجلس يقعد شهر من كل سنة يعني السنة عندهم 12 شهر كان بيقعد 11 شهر في شغله في التجارة وفي بيته وشهر كامل في الغار هنه الغار بقى اللي كان بيقعد فيه اسمه غار حراء يبقى هذا الغار اسمه غار حراء طيب كان زمان من عادة العرب ان هم يضعوا الاصنام حوالين الكعبة يبقى كان زمان من عادة العرب ان هم بيضعوا الاصنام كده زي ما انتم شايفين كده في الشكل ده حوالين الكعبة طيب وكانوا بيلف حواليها فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هزي العبادة ولم يسجد لصنم قط طيب هناخد ثلاث نفاهين قبيلة وأوسان وأصنم يعني ايه كلمة قبيلة ويعني ايه كلمة أوسان ويعني ايه كلمة أصنع القبيلة مجموعة من الناس ينتمون إلى الأصل واحد تربطهم رابطة الدم والعصبية يبقى دي كلمة القبيلة يبقى كلمة القبيلة يعني مجموعة من الناس يبقى القبيلة مجموعة من الناس ينتمون إلى الأصل واحد تربطهم رابطة ايه؟ تربطهم رابطة الدم والعصبية يبقى أنا كده عرفت أن كلمة القبيلة قلنا مجموعة من الناس ينتمون إلى الأصل واحد تربطهم رابطة الدم والعصبية او سان جمع وسان. ويصنع على صورة على صورة طير او حيوان او حجر ده اسمه الوسان. طب انا لو قلت لك الاتنين بيشتركوا في ايه? الوسان والصنم بيشتركوا في ايه? ها ركز معي كده. الوسان والصنم بيشتركوا في ايه? بيشتركوا ان الناس بيعبدوها. تمام? انما الصنم على شكل انسان. يبقى جمع يبقى اصنم. جمع صنم. وهو تمثال يصنع من معدن على صورة انسان. اما الوسان على طير او حجر. طب اللي انتو شايفينه في الصورة د بقى. ده كده. صنم ولا هو صنم? اه? ده صنم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا. بعث في سن الاربعين. يعني في سنة هو عنده اربعين سنة. بعث. هديا ومبشرا ونزيرا. يعني ايه هديا يهدي الناس. ومبشرا يعني يبشر الناس بالجنة. ومن يؤمن بالله يخش الجنة. ونذيرا. يعني ايه كلمة نذيرا? نذيرا يعني بينذر اللي هو مش مش هيعبد الله تعالى عز وجل هيخد اخرته النار. وكان يدعو الى عبادة الله وحده وترك عبادة الاصنام. يسيب عبادة الاصنام وانهم يعبدوا ربنا لوحده. طيب. تعالوا كده استمرت الدعوة السرية. يعني ايه كلمة الدعوة سرية? دعوة سرية يا ولاد يعني كان النبي بيدعو اقاربه فقط ومعارفه والناس اللي هم يعرفهم بس. اللي هم يعرفهم قوي. ما بكانش بيقول للناس كلها في السر. سرا يعني كانت دعوة في السر. طيب في خلال الدعوة السرية دي. امن عدد قليل ولا كبير من اهل كريش? طبعا امن عدد قليل. امن عدد قليل من اهل كريش. طيب. سنة التالتة من البعثة. ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه? امر رسول انه يجهر بالدعاية. يعني ايه يجهر? بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر. واعرض عن المشركين. نزل القرآن كريم. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد. تمام? اجهر بالدعوة الاسلامية بين الناس. وقولهم ان انت هتخش ايه? هتخش اه ان هما هيخشوا الجنة ان اطاعوا الله ورسوله. وانهم هيخشوا النار الى اذا عصوا الله ورسوله. جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة بين الناس. جمعهم كده كلهم تخيل مع الموقف. جمعهم كده كلهم على جبل. وهذا جنب جبل وهذا الجبل اللي قال لهم انا رسول الله هل هم امن ولا ما امنوش? معزم كريش رفضت الدعوة الاسلامية. وعندما اشتد ازاء المشركين للمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجرة الى الحبشة. يبقى عندما اشتد ازاء المشركين للمسلمين امرهم الرسول بالهجرة الى الحبشة. لماذا? لان ملكوها عادل لا يظلم عنده احد. يعني بيكره الظلم. اللي بيروح عنده يستغيث بي او يستجيل بيه لا يمكن ابدا ايه ان هو اه يغزله. يبقى. مع لما اشتد ازاء المشركين للمسلمين امرهم الرسول بالهجرة الى الحبشة لان بها ملكا عندنا اللي يظلم عنده احد. طب كريش هنا بقى. هل كريش هنا عرضت الدعوة لدين الاسلامي ولا قابلتها? لا طبعا كريش هنا عرضت الدعوة للدين الاسلامي. لماذا? بما تفسد. خوفا على مكانتها الدينية والتجارية. يبقى خوفا على مكانتها الدينية. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هيعمل بعد كده. خلي بالك معه عشان ده موضوع مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هيلجأ الى نشر دعوته بين طواقف الحجاج. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتوقف الحجاج الناس اللي كانت بتحج. آآ اللي كانت بيحجوا. الناس اللي كانوا بيحجوا آآ زمان تمام في مكة. هيلجأ الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان هو ينشر دعوته بين طواقف الحجاج لقيت دعوته قبولا من فئة قليلة من اهل ياسرب يعني ايه فئة قليلة يعني ناس قليلين اللي هم امنوا به تمام بس هم لما عادوا لوطانهم اللي هي ياسرب بدأوا يعملوا ايه بدأوا يدعوا اصحابهم واصدقائهم ومعرفهم الدعوة للاسلام بعد كده بقى الرسول ايه تهيأ تهيأ الرسول بالهجرة الى ياسرب وسمي اهل مكة الذين هاجروا باسم المهاجرين طيب واسم اهل ياسرب باسم الانصار طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عازمة على الهجرة الى ياسرب يعني ايه عازمة يعني يتوكل على الله وقال انا هروح ليسرب لما زعماء كريش عارفوا كده اتأمروا على قتله يعني ايه تأمره يعني كلهم قعدوا يدبروا ويتكتبوا تمام ان هم يقتلوا مين يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم القتل او توصل لحد القتل طيب مش ازاي الرسول مش من مكة الى ياسرب يبقى مش الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى يسرب اللي هي اسمها المدينة المنورة طب مين اللي كان مع الرسول في الرحلة دي كان معاه ابو بكر الصديق كان معاه سيدنا ابو بكر صديق طب وصل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى يسرب استقبله اهل يسرب المدينة المنورة بالترحاب وصم هيلاقه باسم الانصار طيب هنا سؤال مهم او من نتائج المترتب على دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الى يسرب على طول قيام الدولة الاسلامية في المدينة قيام الدولة الاسلامية في المدينة طيب تعالوا كده نشوف يعني ايه كلمة مهاجرين وانصار الاتنين مسلمين اولا الاتنين مسلمين يبقى الاتنين بيشتركوا ان هما في صفة الاسلام سواء مهاجرين او انصار المهاجرين الذين هاجروا من مكة للمدينة يبقى المهاجرين الذين هاجروا من مكة للمدينة اما الانصار هم سكان المدينة الذين نصروا الرسول يبقى المهاجرين هم المسلمين الذين هاجروا من مكة للمدينة أما الأنصار هم سكان المدينة الذين نصروا الرسول طيب يعني الرسول وصل في كم يوم وصل في 8 يام يعني 8 يام بيمشي من مكة اليسر في الصحراء قدر المشي 8 يام من مكة اليسر طيب الرسول لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم هيقوم بإيه هيقوم بحاجة اسمها الغزوات يعني إيه غزوة غزوة معركة معركة حربية المسلمون كانوا فيها بقيدة الرسول يبقى الغزوة معارك حربية خاضها قام بها المسلمين بقيادة الرسول ضد مين ضد المشركين يبقى غزوات الرسول هي معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين دفاعا عن ماذا دفاعا عن الدين الجديد اللي هو دين دين الإسلام طب ركز معاي كده بقى هتبدأ أول غزوة وهنشوفها وهتبقى إيه اللي هيحصل قريشي خافت إن الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة فمعارفوا تكتر تمام وكانوا بيعملوا كل شوية غراطة على المدينة المنورة كل شوية المشركين يعملوا غراطة على المدينة المنورة ياخدوا ايه ياخدوا اموال المسلمين يعني احبوا اموال المسلمين ويهددوا بقتل المسلمين تمام فاضطر الرسول ان هم يردوا هذا العدوان يقفوا ضد هذا العدوان عشان يدفعوا عن انفسهم ويأمنوا الدعوة الاسلامية لعشان كده قامت غزوات الرسول يبقى بما تفسر قيام غزوات الرسول هقول له على طول طبعا بسبب رد العدوان رد العدوان المشرك على المدينة وكمان يدفعوا عن أنفسهم ويأمنوا الدعوة الإسلامية مثلت حاجاته ليه الرسول قام بالغزوات هقول له على طول عشان رد العدوان ويدفعوا على أنفسه طيب تعالوا بعد كده هناخد الغزوات الإسلامية كان أول غزو اسمها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك يبقى الغزوات الإسلامية أكمل أولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك غزوة بدر دي كانت سند كامل كانت سنده 2 هجليا تاريخ السنة سنده 2 هجليا النتائج المترتبة على غزوة بدر انتصر فيها المسلمون على المشركين طب بصوا كده عند ده اه الخريطة دي او الشكل التوضيحي ده ده جيش كفار اهو جيش كفار كفار كراج تمام وده كده يودي الى مكة ده الطريق كده الى مكة طيب وده كده المسلمين هنا هم المسلمين هم وده البقر بقر بدر بيديك صحتك طيلا هيحرب بعض هنا اختاره صحتك طيلا يتباهن وده كده يوده للمدينة عريق الشي النبي يعني مكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم في غزو البدر احنا كده عرفنا غزو البدر تاريخها اتنين هجريا اطرفها المسلمين ضد المشركين اه النتائج مترتبة عليها انتصر فيها المسلمين على المشركين طيب تعالوا بعد كده الغزوة التانية اسمها غزوة بدر تاريخها تلاتة هجريا غزوة احد اسف غزوة احد تاريخ غزوة احد تلاتة هجريا وقعت احداثها في ان? وقعت احداثها عند جبل احد يبقى غزوة احد وقعت احداثها عند جبل احد قرب المدينة المنورة اه دي جبل احد اهو اللي هو اسمه جبل الرماء يبقى ممكن جبل احد او جبل بس اللي حصل بقى حكالكم القصة. الرسول صلى الله عليه وسلم امر مجموعة من الرماء يعني ايه كلمة رماء يعني يضربوا الاسهم. تمام? ان هم يكونوا عند الجبل هنا. واستوبوش ابدا ابدا ابدا. تمام? اهو. هنا ما يستوش ايه? مايستوش الجبل ده ابدا ابدا. تمام? وطبعا اه ده جيش المسلمين وده جيش المشركين ان هم الرماء هنا قال هم اهو Coordinator سبوا ابد اهوciendo سبوا الجبل ده ابدا. لو المسلمين انهزموا وبعد سببوا الجبل للمسلمين انتصروا برضو قوت سببوا الجبل فحصل ايه? المسلمين في بداية المعركة انتصروا. ركز كده في اللي هقوله ده. المسلمين في بداية المعركة انتصروا. طي فاللي حصل ايه ان الرما دول طمعوا نزلوا لمرغنائم بتاعت المشركين. يلموا ايه? الغنائم من المشركين. تمام؟ طيب ايه اللي حصل امجيجيش بقى المشركين وكان بقيادة خالد بن الوليد. تمام? واموا لفوا كده وطلعوا الجبل واموا ضربوا ايه? ضربوا المسلمين. وهزم المسلمين في غزوة احد. هزم المسلمين في غزوة احد. طيب. هناخد بعد كده غزوة اسمها غزوة الخندق او الاحزاب. دي كانت سنة خمسة هجريا. يبقى غزوة الخندق او الاحزاب دي كانت سنة خمسة هجريا. طيب. ليه سميت غزوة الخندق بهذا الاسم? لما تفسر? نسبة الى الذي حفره المسلمون. يبقى سميت غزوة الخندق بهزا الاسم لماذا? نسبة الى الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة. طيب الخندق ده حفرة. خندق يعني حفرة. عريضة يعني ده كده العرب. وطويلة. عشان تحميهم. طيب انتهت الغزوة بايه? انتهت بهزيمة المشركين. وعدم تحقيق اهداف. اهتن انتهت هذه الغزوة بهزيمة المشركين وعدم تحقيق اهداف. طيب تعالوا كده ناخد حاجة اسمها صلح الحدايبية. صلح الحدايبية ده كان سنة ستة هجريا. يبقى صلح الحدايبية كان سنة ستة هجريا. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعمل ايه يروح للعمرة? يعني ايه كلمة عمرة? يعني زور بيت الله الحرام في غير موسم الحج. تاني. يبقى سنة ستة هجريا اراد رسول القيام بعمرة. يعني ايه كلمة عمرة? زيارة بيت الله الحرام في موسم غير موسم الحج. خرج ومعه كان مقاتل 1400 مقاتل من المسلمين يبقى خرج ومعه 1400 مقاتل من المسلمين في الطريق عرف انه كريش تريد منع المسلمين من الدخول يبقى المسلمين هنا عايزين مش عايزين يدخل الرسول لمكة طيب عملي ايه قالك راح للحديبية تفاوض مع المسلكين مع كريش يعني المفاوضات دي عملت ايه المفاوضات دي عملت صلح اسم صلح الحديبية قالك هنعمل هدنة مقدرها عشر سنوات يعني ايه هدنة هدنة يعني صلح تاني هدنة يعني صلح لا اي ما فيش اي طرف من الاطراف يعتدي على الاخر يسمها الهدنة يبقى الهدنة يعني الصلحة طيب لمدة كم سنة عشر سنوات يرجع مرجوعنا الغنائم دي يعني ايه يعني كل ما يحصل عليها المنتصر من فلوس وعدة وعدات أثناء الحرب يبقى الغنائم كل ما يحصل عليها المنتصر من اموال وعدات طيب ما نتعجي مترطب على صلح الحديبية تمام امقام الرسول صلح اسم بنشر دعوته داخل شفه الجزيرة العربية يبقى ما نتعجي مترطب على صلح الحديبية اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم نشر دعوته داخل شبه الجزيرة العربية ارسل رسله الى ايه الملوك والحكام يبقى ارسل رسله الى الملوك والحكام يدعوهم للدخول في الاسلام تمام يبقى نتائج مترتبة على صلحة الحديبية قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بارسال الرسالة رسله الى الملوك والحكام ليدعوهم الى الاسلام زي ايه راح رسول لليمن واحد راح يدعو حكم اليمن واحد رسول رسول يدعو حاكم الحبشة واحد رسول الراح يدعو حاكم مصر واحد يدعو الغساسنة واحد للروم واحد لبلاد فارس واليمامة وسلطنة عمان طيب يبقى احنا كده قلنا الاسماء اللي راح ده جوار كده هنا كتبلك في الكتاب شوف اسماء الدول المجورة للرسول اللي بعت لها عرفنا جزء ده طيب بص معي دي كده الكعبة مشرفة ربنا يرزقنا زيارتها يعني ان شاء الله فتح مكة ده كان سنة تمانية حجرين ايه فتح مكة احنا اتفقنا الحصة اللي شرح الجزء اللي فات ان كريش عملت هدنة مع رسول مدتها كم سنة مدتها عشر سنوات كريش عملت ايه نقدت بقى عهدها مع رسول واعتدت على حلف النبي فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش عدده كم مقاتل عشر تلاف مقاتل من المسلمين عشان يفتح مكة فدخل مكة دون قتال يبقى رسول دخل مكة دون قتال بقى حصر عشر تلاف واحد تمام احطم الاصنام رسول صلى الله عليه وسلم وقال لاهلها اذهبوا فانتم التلقاء قال لاهل مكة اذهبوا فانتم التلقاء بدء الناس يدخلونا في دين الله افواشا ده كده اخر جزء في الحصة حجة الوداع يعني حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع امرات وقابل حجة واحدة سنة عشرة من الهجرة خرج الرسول للحج يبقى في السنة العشرة من الهجرة خرج الرسول للحج يبقى سنة عشر هجريا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للحج وقى على المسلمين خطبته المشهورة بخطبة الودع يبقى على المسلمون خطبة مشهورة بخطبة الودع ودي كانت على جبل اسمه جبل عرفات جبل اسمه جبل ايه عرفات وعد الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة رجع تاني للمدينة بعد خطبة الودع وانتكل الى جوار ربه توفى وهو في سنة حداشر هجرة 11 هجريا تمام يبقى هنا انتقل الرسول إلى جوان رب يطفى هو عنده سنة 11 هجريا تعالوا كده نشوف أثر الإسلام في حياة العرب يعني إيه المتقصة غير إيه الإسلام غير إيه في حياة العرب غير إيه في حياة العرب أول حاجة قضى على بادة الأوسان والأصنام وحل إيه مكان لها حل محلها عبادة الله وحدة يبقى أثر الإسلام في حياة العرب قضى على عبادة الأوسان والأصنام وأحل محلها إيه عبادة الله عز وجل قضى على عبادة الاوسان والاسلام. واحلم على عبادة الله وحده عز وجل. دي اول حاجة. واحنا يعني انقادة. واحد كلمة العرب. كانت العرب كلها تحت قبال متفرقة. دي قبلة بكر دي قبلة خزاعة دي قبلة قراش دي قبلة بني عدنان دي قبلة كزا. كل قبيلة مختلفة عن التانية. جي الاسلام وحدهم كلهم تحت راية واحدة. تحت حكم واحد فبقوا قوة. التفرق ضعف والاتحاد قوة. الاسلام ايه قوة هزي القبائل وجمعهم مع بعض. طيب. نادى الدين الاسلامي بالمساواة الع العدل بين الناس في الحقوق والواجبات. يبقى نادى بالمساواة والعدل بين الناس في الحقوق والايه والواجبات. طيب. رقم اربعة. الاسلام حارب العادات السيئة عند العرب. مثل ايه? لعب الميسر وشرب الخمر ووقد البنات. يبقى الاسلام حارب العادات السيئة. الاسلام حارب العادات السيئة عند العرب. زي ايه? لعب الميسر. يبقى من العادات السيئة لعب الميسر. وشرب الخمر. ووقد البنات. تبقى دي العادات السيئة اللي حربها. الإسلام العدد السائل اللي حرابها الإسلام زي لعب الميسر خدناه قبل كده أنا شرحته لكم في الفصل شرب الخمر قلناها وقت البنات قلناها قبل كده اللي هو قتل البنات أحياء وقت البنات يعني قتل البنات أحياء وشرب الخمر طبعا أنتوا عارفينه ارتفع الإسلام بمكانة المرأة وحفظ لها حقوقها وكرماتها طي يعني إيه كلمة حفظ لها حقوقها وكرماتها خلاها لها حق تابعا حق كبير زي حق أنه هو مثلا أنها تتعلم البنات تتعلم وتخش المدرسة وكده يعني طيب المرأة إسلام بقى هل هو ارتفع بمكانة المرأة طبعا حرم وقت البنات ونظم العلاقة على أساس المواد والرحمة وشجع على طلب العلم يبقى العلاقة الزوجية يعني بين الأزواج تقوم على المواد والرحمة وشجع على طلب العلم طيب كده يبقى إحنا إيه إحنا خلصنا جزء دوان كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة